استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثغيلة والمتوسطة في إطار سلسلة خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية وقالت مصادر محلية أن الميليشيا الحوثية استهدفت لأحياة سكنية شرق مدينة الحديدة بغذاء في الهون ونيران أسلحتها الرشاشة والقناصة وضافت المصادر أن الاستهداف الحوثي سبب حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين الأبرياء يذكر أن الميليشيا الحوثية الإجرامية كانت قد أطلقت يوم أمس صاروخا مدفعيا على منزل أحد المواطنين في حي منظر بمدينة الحوك مخلفا أضرارا مادية في المنزل